كشفت وزارة شؤون الاقتصادية والتنمية عن تراجع في نسب الفقر في موريتانيا وتحسن في النمو الاقتصادي من عكس على المستوى المعيشي للمواطن وقال وزير شؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني سيد أحمد للرئيس إن خلاصة نتائج مسح الظروف المعيشية للأسر أظهر تراجع مستوى الفقر بشكل جلي بين عامي 2008-2014 وذلك بنسبة 11 نقطة أي بمعدل 1.8 نقطة سنويا وكشفوا للرئيس أن معدل الفقر في موريتانيا وصل سنة 2014 إلى 31% مقابل 42 سنة 2008 وأرجع الوزير تحسن تراجع نسبة الفقر في موريتانيا إلى تنفيذ إصلاحات مؤسسية عميقة خلال السنوات الأخيرة مكنت من تحقيق نسبة نمو اقتصادي كبير كان لها الأثر الإيجابي الملموس على الشرائح الفقيرة المسح شمل عينة تتكون من 9700 أسر موزع على مختلف الولايات الموريتانية وفي نفس السياق جاء تقرير منظمة الأغذية وزراعة الفاو حول نجاح موريتانيا في تحقيق أهداف الألفية الإلمائية المفارقة أن تقارير الاقتصادية السنوية تتحدث باستمرار عن نمو اقتصادي جيد وعن تحسن في مستويات المعيشية للمواطنين لكن الواقع يؤكد أن الفقر موجود وأن المستوى المعيشي للمواطنين لا زال ضعيفا وهشا خاصة مع استمرار الشفاف الذي يضرب مناطق واسعة في موريتانيا كما تشهد العاصمة الأكشوط المطوقة بأحزمة الفقر وأحياء الصفيح على أن تراجع مستوى الفقر لا يزال بعيدا عن الواقع وفق بعض المراقبين